بسم الله رب العالمين وأضر الصلاة ويتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علينا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا متقبلا وغانا رب العالمين الدرس الثاني والثمانون من كتاب الأدب المفرد لإمامنا محمد بن إسماعيل البخاري عليه من الله شآبيه الرحمة والرضوان طبعا صاحب الجامع الصحيح ما زلنا في باب من مات له ولد وبه إليه قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا حفص بن غياث قال سمعت طلق ابن معاوية هو جده يعني جد حفص هذا الكتاب نقرأه بإسنابه حدثنا علي بن عبد الله من حدثنا أول شيء لإمام البخار حدثنا علي بن عبد الله قال يعني علي بن عبد الله حدثنا أفصد غياث قال سمعت طلق ابن معاوية طبعا بيرك وصينا هذا الشرح البخاري هو جده يعني جد حفص قال سمعت أبا زرعة عن أبيه رقلة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم بصبيه فقال تدعو الله له فقد دفنت سلاسة هذا الحديث مرة معا يعني جابت له ولد قدمت بين يليه ولدا قال تدعو لهذا أنا دفنت أبله ثلاثة يعني كلما جاءها ولد مات فهي تريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لها بأن يحفظ لها هذا الولد فقالت فقد دفنت سلاسة فقال احتضرت بحضار شديد من النار يعني هؤلاء السلاسة الذين ماتوا لك هؤلاء سيكونون درعا لك من النار هذا الحضار منه سميت الحضيرة لأنها تسور المكان نعم وبه إليه قال حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا سهيل أبي صالح عن أبي يعني أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه جاءت مرات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لا نقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوما نأتك فيه يعني نحن أوقاتنا غير أوقات الرجال وكوامشا موضوع الاختلاف يعني الرجال بيكونوا هون النساء بيكونوا عن هيئولا للطعام والبيت الذي منه يعني برنامجنا يختلف عن برنامجك نحن بدنا منك ساعة تعطينا موعد درسنا فيه نحن النساء لحالنا قالت فقالت يا رسول الله إن لا نقدر عليك في مجلسك فوعدنا يوما نأتك فيه خصصنا يوم نجي لعملتي فقال موعد كن بيت فلام ما كان الموعد بيت بيت فلام يعني عند زوجتي فجالهن لذلك الوعد وكان فيما حدثهن قبل أن نتابع الحديث هذا يدل على أن لقاء الرجل بالنساء بالاحتشام ليس أمرا محظورا في الشر أليس كذلك؟ بدنا منك موعد أطاه الموعد وذهب في هذا الموعد ودرسهن في ذلك الوقت في حرمين ما في حرمين انتبهنا نعم قال وكان فيما حدثهن ما من كن مرأة يموت لها ثلاثة وفي بعض النسخ ثلاثة يعني من الولد بمثلة ثلاثة أولاد فتحتسبهم يعني عند الله سبحانه وتعالى إلا دخلت الجنة ما في وحدهم برحلة ثلاثة فتحتسبهم عند الله فترضى ومتعترض ياربون ليش محمد الله ياربون ليش لا لا تحتسبهم إلا دخلت الجنة فقالت امرأتهم قال هذا السؤال يعني جاءت امرأة هنا مبهمة لكن شراح قالوا هي عائشة أو أم هانك أخوة سيدنا علي فقالت امرأتهم أو اسنان يعني لو ما تتنين تدخل للجنة قال أو اسنان كرم الإله هذا كان سهيل هذا كلام البخاري قال كان سهيل يتشدد في الحديث ويحفظ ولم يكن أحد يقدر أن يكتب عنده لأن هذا الحديث رواية من قال حدسنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي صالح عن أبي هريرة قال كان سهيل يتشدد في هذا الحديث وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالم ينواع دعوانا